خلفاً للسنغالي عبدالديوف تم انتخاب الحاكمة العامة السابقة لكندا ميكايل جان أمينة عامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية المشاركون في القمة انتخاب السيدة ميكايل جان بالتراضي لتكون أولى شخصية غير إفريقية تحصل على المنصب في مخالفة للعرف السائد الماثل في انتخاب أمين عام لهذه المنظمة من بلدان الجنوب القمة المنعقدة في العاصمة السنغالية داكار ذكرت بأهمية الحفاظ على الفرنكوفونية بهدف تقوية العلاقات وتعزيز التبادلات مع دول الناتقة بالفرنسية لدينا إرادة قوية للدفاع عن اللغة الفرنسية لتعزيز المبادلات لهذا السبب يجب على الفرنكوفونية أن تستقبل مزيدا من الطلبة وتمنح الأفراد فرصة حرية التنقل وذلك بالنسبة للمستثمرين والباحثين ويجب على فرنسا أن تكون قدوة لباقي الدول الأمينة العامة الجديدة من مولد بورو بخانس سنة 1957 التحقت بالكبك سنة 1968 رفقة والديها وبعد حصولها على الإجازة في الفنون والآداب في اللغات الحديثة تابعت دراسات في الأدب المقارن بجامعة موغيال قادتها لاحقا إلى العمل في مجال الإعلام الكندي الناتق بالفرنسية ميكايل جان لا طالما دافعت عن الثقافة الفرنكوفونية ما عزز موقفها كمرشحة لمنصب الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لتكون مهمتها الأساسية لاعتناء بالإرث الفرنكوفوني وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين الدول الناتقة بالفرنسية اشتركوا في القناة